أهلا بكم أعزائي طلبة وطالبات التعليم الصناعي دبلوم 3 سنوات قسم الزخرفة والإعلان برحب بكم مرة تانية في مراجعة لمادة الخامات مراجعة عامة لمادة تكنولوجيا الخامات طبعا زي ما تكلمنا دايما أن الخامات هي فرض من عائلة التكنولوجيا اللي تتكون من الخامات والمعدات والعمليات هنراجع مدة الخامات مراجعة شاملة من أول جزئية فيها لحد آخر جزئية حابة أفكركم ببعض النقط اللي احنا تكلمنا فيها في طريقة حل الامتحان أو حتى لو أنا بحل أي سؤال عادي في مراجعتي أو في المذاكرة بتاعتي أي نقطة قابلة إنها تجيني بأكتر من شكل مختلف يعني مش لازم أنا عشان ذكرت الحاجة دي على طريقة الصح والغلط إنها لازم تجيني في الامتحان صح وغلط لأ ممكن تجيني في الامتحان أكمل ممكن تجيني اختيار من بين متعدد ممكن تجيني توصيل زي ما بيحصل في أي شكل من أشكال الامتحانات المختلفة يعني نخلي بالنا من المعلومة نحط في دماغنا المعلومة كفهم مش كحفظ عشان نقدر نصغها على حسب اللي موجود في السؤال بتاعنا هنراجع الخامات طبعا إحنا عارفين إن أغلب أسئلة الامتحان بتبقى أسئلة موضوعية اللي هي أسئلة الصح والغلط أو الاختيار من متعدد أو أكمل أو علل وجزء قليل من الامتحان بيكون أسئلة المقال اللي هي بتسألني بشكل مباشر في موضوع ما عايزة بس ألفت نظركم إن أسئلة الموضوعية زي ما أنتو بتحبوها عشان هي سهلة لكن هي في نفس الوقت محتاجة تركيز شديد في حلها زي ما هي سهلة وبسيطة جدا الصح فيها سهل والخطأ فيها برضو سهل هناخد بالنا من بعض الملحوظات وإحنا بنحل كل نوعية من نوعيات الأسئلة أهم حاجة عندي متتصرعش أبدا في إنك تقول مش عارف أجاوب لازم تفكر كويس جزء كبير من الحل هو فهمك ومعلوماتك العامة في المادة من الصفين الأول والتاني هيساعدك قوي على إنك تفتكر المعلومة خلينا نبتدي مع بعض نشوف مادة الخامات بتاعتنا ونعمل مراجعة شاملة على منهج الخامات وخلينا نبتدي مع بعض بأسئلة المقال النوع الأول من الأسئلة اللي احنا بنتعرض لها في مراجعتنا لمادة الخامات المراجعة النهائية بتاعتنا بتبتدي بأسئلة المقال السؤال الأول بيقول لي تكلم عن أنواع الجبس الجبس وأنواعه أنا عندي الجبس خامة موجودة في الطبيعة على هيئة بلورات شفافة أو غير شفافة يبقى إذن هو موجود خامة طبيعية في منها جزء شفافة في منها نوعيات شفافة وغير شفافة الجبس الصناعي يعني فيه كمان جبس صناعي هو عبارة عن جبس طبيعي بعمله عملية تكليس الكلمة اللي أنا بعملها لك بلون مختلف ده علشان هي ممكن تيجي بصيغة تانية غير الصيغة اللي أنا بشرحها لك بيها زي ما قلتلك في بداية الحلقة يعني أنا هنا بقول سؤال مقال بتكلم فيه عن الجبس لكن وارد أن نفس المعلومة دي تجيني في طريقة أكمل أو صح وغلط ما هي عملية التكليس؟ التكليس هو نزع جزء من الماء من الجبس الخام فيحوله إلى الجبس الصناعي وده اسمه كابريتات الكالسيوم أنواعه فيه عندي الجبس العادي اللي هو البلدي فيه جبس بياض اللي هو المصيص فيه جبس التشكيل وده أجود أنواع الجبس وده بيستخدم في التشكيل الزخرفي زي الكرانيش والأعمال الزخرفية إحنا هنحاول نكون أسرع شوية علشان نغطي أكبر قدر ممكن من المنهج بس أنت هتقدر ترجع للحلقة في أي وقت تاني وتقدر تشوفها على قناة التعليم الفن سؤال الثاني أذكر أنواع الجير المختلفة الجير عندي أربع أنواع الجير الحي الجير البلدي المطفق الجير السلطاني الجير المائي الأول الجير الحي حي بيسمى بهذا الاسم لأنه لما بيصب عليه الماء بيحصل تفاعل شديد جدا طيب هو نتج من إيه الجير الحي من حرق الأحجار الجيرية عند درجة حرارة من تسعمية وخمسين إلى ألف وخمسين الشاطرين اللي مركزين معايا شايفين إن إحنا حطينا دي بلون مختلف لأنها وارد إنها تيجي في شكل صح وغلط أو أكمل أو اختيار يبقى بيحرق الجير الأحجار في درجة من تسعمية وخمسين إلى ألف وخمسين يصبح قبل التفكت بالماء ولكن لازم ناخد حذرنا لأنه بيحتاج إلى حرص شديد في عملية إطفاءه اسمه جير حي دسم وجير حي غير دسم الجير البلدي المطفق لسه بنقول هو الجير الحي بعد إضافة الماء إليه؟ يبقى الجير الحي بعد ما بضف له الماء بقى اسمه جير إيه؟ مطفق يبقى هو هو ولكن أضفت له الماء وزي ما إحنا لسه إليين يكون بحرص لأنه بينتج عنه حرارة عالية ممكن حتى تسبب انفجار الجير السلطاني هو جير حي ولكن سلطاني ده من اسمه يدل على إنه إيه؟ مميز إيهه التميز اللي في الجير السلطاني؟ إنه بيتم حرقه بمعزل عن مواد الحريق أو مواد الوقود طيب ده معناه إيه؟ معناه إنه بيبقى خالي من الشوائب وده بيبقى جير نقي عشان كده بيسموه الجير السلطاني عندي الجير المائي من اسمه كده يبقى له علاقة بالماء إيه علاقته بالمية؟ علاقة جميلة جدا أنه هو نوع مميز من أنواع الجير بيجف أو بيشك تحت الماء طيب يبقى إيه اللي بيميز الجير المائي؟ أنه بيجف أو بيشك تحت الماء طيب إيه اللي أكسبه الخاصية دي أعلل؟ ليه الجير المائي بيجف تحت الماء؟ إيش معنى نوع الجير ده؟ لأنه بيحتوي على نسبة كبيرة من مادتين اسمهم السيليكة والألومين أو الألومينة ودية اللي بتكفي الإنتاج سيليكات الألومنيوم وسيليكات الكالسيوم عشان كده بيلاه خاصية الجفاف تحت الماء طيب هل الجير ده بيحرق برضه؟ آه هو بيحرق في درجة حرارة تقل عن درجة مسج مادته يعني درجة حرارة منخفضة شوية وبرضه بيطفق بالماء أو ببخار الماء وبيضحن عشان يبقى مسحوق الجير المائي اللي بيجف تحت الماء له سلاسة أنواع النوع الأول هو البطيء أو الضعيف وده بيجف من 9 إلى 15 يوم النوع المتوسط من 6 إلى 9 أيام والنوع القوي أو اللي بيجف سريعا بيجف من يومين إلى 6 أيام وده أكثرها صلابة وأفضلها وأكثرها جودة السؤال اللي بعد كده أذكر مكونات تمبرا اللبن تمبرا اللبن هي طبعا نوع من أنواع الألوان اللي بيتم تطبيقها على الجدران أو ممكن على الأسطح المختلفة تمبرا اللبن بتتكون من 470 جرام من اللبن المنزوع القشرة اللي هو الكازين 150 جرام من الجير المطفق 100 جرام من زيت أبو النوم أو زيت الجوز 300 جرام أبيض أسباني أو كربونات الكالسيوم بقلب كل دول بحصل على مستحلب هيلفت نظرنا هنا كلمة مستحلب والمستحلب هو مزيج غير متجانس يعني حاجتين بيتقلبوا مع بعض لكن ما بيتحولوش لحاجة واحدة المستحلب مزيج ولكنه غير متجانس طيب لو أنا دلوقتي جالي سؤال في تمبرا اللبن في الامتحان وافتكرت المكونات لكن نسيت النسب أجاوب ولا ما جاوبش أجاوب طبعا أنت النهاردة لما بتجاوب في الامتحان كل جزئية بتجاوب عليها بتاخد درجة عايز عينك في الامتحان تروح على اللي أنت عارفه مش على اللي أنت مش عارفه يبقى أول ما هبتدي في الامتحان أدور على أسهل حاجة بالنسبالي وأحلها أكتب رقم السؤال وأتوجه على طول ورقة الإجابة وبعد كده إن شاء الله كله هيجي معه لما المخ يبتدي يشتغل الإجابات كلها إن شاء الله تتضفق وإنت بتحلم يبقى بعد كده بتنتقل للسؤال التالي السؤال التالي بيقول لي أذكر ما تعرفه عن رتنجات الألقايد الخالية من الزيوت من حيث الخواص والاستخدام رتنجات ألقايد خالية من الزيوت خواصها واستخدامها أول خواصها عيوب عيبها إيه بقى؟ رضاءة الإنسيابية الرضاءة في الإنسيابية ده معناها إنها بتتكتل إلى حد ما بخففها بالأسيتون أو الطنر ليه حطينا الأسيتون والطنر بلون مختلف؟ لأنه ممكن يجيني في هيئة أكمل يبقى بتخفف بالأسيتون والطنر بيمتاز عن ورنيش السلولوز والجمالات كأنه لا يحتاج إلى الخدمة بمعنى إيه؟ بيلمع لوحده بدون تلميع وده مرتبط بالنقطة اللي بعد كده إن اللمعة عالية جداً ولا تحتاج لعدة أوجه عشان أظهر درجة اللمعان الاستخدام باستخدمه في بيات السلاجات وأجهزة التبريد ننتقل للسؤال اللي بيقول لي وضح خصائص واستخدامات دهان الإيبوكسي الذي يخفف بالماء دايماً الإيبوكسي هتلاقيه أغلب أكتر كلامهم عن الإيبوكسي عن الإيبوكسي الذي يخفف بالماء لأن ميزة التخفيف بالماء دي بتخلي استخدامه أسهل الخصائص والاستخدام له قوة التصاق عالية جداً دي بقى ممكن تجيلك في نقط كتير أو يقول لك علل ليه بحط الإيبوكسي على الألمونيوم الألمونيوم من الأسطح شديدة النعومة ليه؟ لأن قوة التصاقه عالية بيقاوم الكيمويات بيقاوم الاحتكاك والتآكل بيستخدم مع الملامين اللي هو راتنج الملامين طبعاً في بيات الأفران شفاف مرن زو صلادة عالية وقلنا الصلادة هي مقاومة الخدش يمتاز بقدرته على الالتصاق باللسبستوس لأنه عنده قدرة التصاق قلنا إيه؟ عالية برهوف عليكم يعدل بالقار ليقاوم القار اللي هو البيتومين هو مشتق من مشتقات البترول عازل للمياه لما بخلطه معاه بيديني مقاومة أعلى لتصرب المياه يبقى بيخلط بإيه لمنع تصرب المياه؟ بالقار يخلط بالرمل والكوارتز بالرمل والكوارتز للحصول على سمك عالي للدهان يديني سمك عالي مع الخواص والمميزات الحلوة جداً اللي احنا اتكلمنا فيها دي فيديني هنا بوية أو طبق الدهان سميكة تستخدم في دهان أرضيات مصانع الكيمويات يبقى فيها صفات كويسة وفي نفس الوقت بيديها الرمل والكوارتز السمك العالي باستخدمه في صناعة البريميرات يعني البويات الأساسية اللازمة لحماية المنشآت المعدنية بوية التأسيس والبوادق يعني الأوجه الأولى والبطنات أو الأساسيات اللي بيبنى عليها طبقات الدهان الخارجية في دهانات السيارات والتلاجات بعد كده بيسألني بيقولي ما هي مجالات استخدام الرش الساخن والرش الساخن لو أنتم مش فاكرين أو مش متذكرين الرش الساخن هو عبارة عن دهان بتزيد فيه نسبة المواد الصلبة وبيتم تعريضه أو تسخينه بدرجة حرارة درجة حرارة متوسطة فبعد كده بيبتدي الدهان يسيل بنسبة مخففات قليلة ده كده الدهان الساخن ايه مميزاته؟ مميزاته أنه بيستخدم أو مجالات استخدامه بيستخدم في دهان المشغولات اللي بيحتاج دهانها طبقة واقية صلبة ما بتتأثرش بالعوامل الجوية زي ايه؟ زي أدوات المستشفيات زي لعب الأطفال زي وسائل المواصلات وكمان ممكن يستخدم في دهان بعض أجزاء السفن طب هل ينفع في جميع أجزاء السفنة؟ لا إحنا طبعا زي ما احنا درسنا في مادة العمليات الجزء الغاطس من السفنة له نوعيات معينة من الدهان الأرضيات لها نوعيات معينة من الدهان يبقى هو بيستخدم في دهان أجزاء معينة من السفن باستثناء الغاطس بعد كده ننتقل للسؤال اللي بعد كده إحنا دلوقتي لما بنتكلم كمان فيه نقطة عايزة أضيفها أنت ممكن يجيلك في الرش الساخن يسألك على المكونات بتاعة بوية الرش الساخن وبرضو هنا فيه حاجة مهمة بقى محتاجة أقولها لك الخمات زي ما هي كل خامة لها ومواصفاتها المميزة المستقلة أنا كمان عندي فيه عوامل مشتركة ما بين الخمات المختلفة زي إيه مثلا؟ زي النقطة اللي احنا بنتكلم فيها نقطة مكونات البوية إذا جاء لي مكونات بوية السنساتيك أو مكونات بوية السلولوس أو مكونات بوية الزيت أو أي نوع من مكونات البوية فيه نقاط أساسية مشتركة زي إيه؟ أغلب البيات فيها مواد رابطة فيها قواعد وملونات فيها مزبات فيها مواد مساعدة فأنا لو قلت الكلام دوت في مكونات أي نوع من أنواع البيات هتكون الإجابة بتاعتي إجابة صحيحة هي صحيح ما هيش إجابة نموزجية لأننا لازم أكون عارف المكونات التفصيلية بمعنى إيه؟ بمعنى أن مزيب دهان البوية دي مش زي البوية دي كل بوية ولها نوع مزيب مختلف لها ملوناتها لها قواعدها لها المضة الرابطة بتاعتها ولكن العوامل الأساسية دي موجودة في جميع أنواع البوية السؤال اللي بعد كده بيقول لي ما هي خواص خلات السليلوز؟ طبعا إحنا عندنا عيلة السليلوز مكونة من أنواع متعددة الخلات هناخد السؤال بتاعنا عن الخلات خلات السليلوز عبارة عن مصحوق أبيض اللون عديم الطعم عديم الرائحة يبقى عشان ما نتلخبطش زي ما بنقول علمية عديمة اللون والطعم الرائحة لا هو ليه لون لونه أبيض ولكن عديم الطعم وعديم الرائحة لا تماثل في الشكل السليلوز اللي هي معمولة منه يعني إيه؟ يعني السليلوز عبارة عن شعيرات لكن هي عبارة عن مصحوق بتنصهر بالحرارة وليس لها درجات انسهار محددة لكن بتتراوح من 235 إلى 250 الشطرين طبعا هيبتدوا يركزوا ويحفظوا الرقم لأنه وارد أنه يجي بشكل تاني 235 إلى 250 أقل قابلية للاشتعال دي ميزة ومقاومة للرطوبة عن النيتروسليلوز هي أقل قابلية للاشتعال فده أفضل ما بتشتعلش ولكنها أقل مقاومة للرطوبة فده معناها أنها أضعف شوية في مقاومة الرطوبة بعد كده بيسألني عن مكونات دهان اللاكر الساتر الأسود طبعا دهان اللاكر من الدهانات الاستثنائية اللي بتيجي من مصدر طبيعي وليها طرق معينة في التنفيذ اللاكر الساتر الأسود ساتر يعني بيغطي السطح اتنين جزء من ورنيش اللاكر واحد جزء من التربنتين واحد جزء من أسود الهباب أو الكربون واحد جزء من القار الأسود أو الأسفلت يبقى ده مكونات اللاكر الساتر الأسود وزي ما قلنا اللي نفتكره نكتبه حتى لو ما تذكرناش النسب أذكر دلالة الحروف الآتية في تحديد جودة الحرير المستخدم في الطباعة حرير الشابلونة اللي بستخدمه في الطباعة ليه أربع درجات من الجودة S-T-M-H-D أنا هحاول زي ما قلنا قبل كده أن أنا أربط الرموز دي بعوامل فيه زهني عشان أقدر أفتكر ال M مرتبطة بكلمة medium فده درجة متوسطة يبقى أنا هفتكر أن ال M medium متوسط ال H hard فده مرتبط بالخدمة الشقة العادي حرف T وال S الصغير small درجة خفيفة أو درجة التحمل الخفيفة يبقى أنا عندي دول الأربع درجات بتوع حرير الشابلونة من ال S وحتى ال H hard اللي هو التحمل الشاق ما هي مميزات وعيوب تمبرة البيض تمبرة البيض هي بتستخدم فيه التلوين واستخدمها قدماء المصريين مميزتها لا يصفر اللون ولا يغمق بمرور الوقت ولكن الألوان كل ما بتجفه وكل ما بتقدم بتزداد جمالا وغالبا بتطبق على أرضية من الجبس بتعطي ألوان سبتة ما بتتأثرش بالمية خاصة عند تقدمها وبعد كده هنقول إيه اللي بيضاف عليها يخليها ما بتتأثرش طيب هي فيها عيوب؟ آه فيها عيوب إيه العيوب اللي فيها؟ لا يمكن الاحتفاظ بالوسيط واللون فترة طويلة يعني إذا حضرت الألوان لازم أستخدمها بسرعة لأنها فيها مكونات طبيعية سريعة التلف فبالتالي أنا لما باجي أستخدمها لازم أخلصها بسرعة علشان ما تتلفش يبقى بتحتاج للإعداد كل مرة قبل الاستخدام النقطة التانية بتحتاج لعناية كبيرة في التنفيذ طب ليه هعلل؟ ليه التمرة بتحتاج لعناية كبيرة في التنفيذ؟ لأن من الصعب تصحيح الألوان أو تعديلها كما يحدث في التصوير الزيتي الغلطة ما بقدرش أصلحها عشان كده بحتاج لعناية كبيرة هننتقل لنوع تاني أو نوعية تانية من الأسئلة بتاعتنا إيه أذكر المصطلح أذكر المصطلح أو المعنى أو الجملة دي بتعبر عن إيه أو إيه هي الحاجة اللي أنا بوصفها طيب يبقى أنا هنا بقدم لك وصف مطلوب منك تقول لي إيه اللي أنا بوصفه أو إيه المصطلح اللي بيعبر عن الحاجة اللي أنا طلبها رقم واحد المادة الأساسية اللي بتتكون منها أنسجة النبات والمكون الرئيسي للقطن طبعا دي مادة السليلوز اللي أساس في تصنيع بويات السليلوز محليل غروية خاملة ذات لزوجة عالية خاملة يعني ما بتتفعلش لزوجة عالية أو مستحلبات يعني قلنا خليط غير متجانس وهي وسيط لحمل سباغات القماش يبقى دي بتديني بتديني كسافة أو تخانة ولكن ما بتتفعلش اسمها برافق عليكم المتخنات عندي السؤال الثالث حفر غائر في لوح النحاس أو الصلب بحمد الكابريتيك بتغطى المساحات المطلوب أنها تبدو مزللة بمسحوق راتنجي عشان تحميها من الحمد عشان الحمد ما يحفرهاش ده اسمه إيه؟ أيوة الحفر المائي الحفر الإيه؟ المائي رقم أربع مساحيق تعرف باسم كسر الألماص ده سؤال سهل خالص كسر الألماص دي لشدة بريقها ولما عنها اللي احنا كلنا عارفين أننا ممكن نستخدمها في الزخرفة على الأقمشة ودي اسمها المساحيق البراقة رقم خمسة نوع من أنواع الورق من ألياف الاسبارتو أو من ألياف الخشب الكيميائي بنسبة 70% و30% مواد ملء وحش وده اسمه الورق الفني أمال إيه يا ميسي الورق النصف فني الورق النصف فني بتبقى نسبة المواد الطبيعية فيه أقل من كده أو بحط طبقة من الورق الفني كواجهة كده كواجهة على ورق من النوع الغير فني أو الورق العادي رقم ستة يعرف بروح الملح ويستخدم في لحام الزنك والصاك ده حامض المورياتيك محلول كيميائي عبارة عن سيليكات سوديوم أو بوتاسيوم سيليكات إيه؟ سوديوم أو بوتاسيوم دي السيليكات اللي مستخدمة في سد مسام الأحجار اللي بتحمي الأحجار من العوامل الجوية يستخدم لملء وتحشية السقوب والتشققات في الجدران قبل عملية التجليخ ححشي السقوب في الجدران بإيه؟ برافو عليكم معجون المصيس رقائق من مواد بلاستيكية وسيليلوزية عليها تصميمات تصميمات جهزة بتتعمل على الأماش بالحرارة دي رقائق الدكال عبارة عن مواد عضوية طبيعية مثل الغراء والجيلاتين والسمغ العربي دول اسمهم المستحلبات الضوئية المستحلبات الضوئية مصحوق أبيض أو بلورات عديمة اللون سريعة الزوابان في الماء هنا ده مش أبيض بس لا ده ممكن يكون أبيض أو بلورات عديمة اللون شفافة سريعة الزوابان في الماء ده مين؟ البراكس البراكس بعد كده بيكلم عن بلطات خزافية مربعة الشكل تستخدم لتكسية الحوائط طبعا إحنا حتى لو إحنا مش مذكرين البلطات الخزافية مربعة الشكل بتستخدم لتكسية الحوائط ده اللي هو السيراميك اللي إحنا بنستخدمه طبعا عندنا في البيوت تربيع السيراميك المادة الأساسية التي تقوم بلسق الملون على السطح المطلوب تباعته هي مادة البندر المادة الأساسية التي تقوم بلسق الملون على السطح المطلوب تباعته هي مادة البندر البندر هو لسق الألوان على القماش رقم 14 فن يدوي أو آلي عبارة عن بلطات صغيرة جدا مربعة أو مستطيلة برافو عليكم دي بيسموها فن الفسيفساء وهو فن قديم موجود في أغلب الفنون القديمة الرومانية واليونانية والبيزانتية والإسلامية وبيسموه الفسيفساء أو الأزمالدو من الأخشاب البيضاء رقم 15 من الأخشاب البيضاء متوسطة الصلابة سهلة التشكيل ويستخدم في صناعة لوحات الرسم والآلات الموسيقية أنا هنا قلت من الأخشاب البيضاء عشان محدش يقول خشب الزين ده اسمه خشب الحور دهانات طريضة للماء لذلك تستخدم في وجهات المباني طريضة للماء وجهات يعني بتتعرض لعوامل جوية شديدة وبخلطها ببعض المونة وممكن أحطها في المونة اللي بشطب بيها وجهة المبنى وبتطرد المياه في إنتاج المنسوجات دي البويات المقاومة للحرارة هي مش بتقوم الحرارة بس هي بتقوم جميع العوامل الجوية رقم 17 طلاقات تعتمد على سرعة تصلب الرابط المحتوي الرابط بيتصلب بسرعة الرابط ده فيه مادة إيه؟ الألمونيوم وزيت السيليكون مع الملونات وبتدي تأثير زخرفي أول ملاقي إن الرابط محتوي على مصحوق الألمونيوم أعرف على طول إن دي الطلاقات المصدفة اللي بتعمل بيها الشغل الزخرفي طبعاً كلكم بتشوفوا الشغل بتاع خان الخليلي اللي بتعمل فيه تقليد العمل بتاع الصدف الأصلي الشغل المصدف ده فأنا أول ما هشوف إن أنا عندي مادة رابطة فيها مصحوق الألمونيوم عندي سرعة جفاف عندي تأثير زخرفي يبقى أنا على طول أول حاجة هتيجي في دماغي أطلاقات المصدفة تعريف رقم 18 بيقول لي إشرح أسلوب لزخرفة القماش باستخدام الشمع المنصهر مع السبغة بغطي الجزء اللي أنا مش عايز أسبغه بالشمع والباقي بحط عليه السبغة وممكن أعمل تبادل ده اسمه فن البتك فن البتك آخر نقطة عندي نوع من أنواع الطينات وهننتقل طبعاً لنوعية تانية من الأسئلة نوع من أنواع الطينات تحتوي على نسبة عالية من السيليكا والألومين وهي خام ناتج من تحلل حجر الجرانيت طينا ناتجة من تحلل حجر الجرانيت فيها سيليكا والألومين أيوة برافو عليكم الكولين بعد كده هننتقل لأسئلة إيه؟ أسئلة علل أو أذكر السبب سؤال علل أكتر سؤال أنا بعتبره بيعتمد على فهم الطلب يمكن أكتر من الحفظ رغم أن احنا قلنا مادة الخامات صحيح بتعتمد على الحفظ ولكن حفظ بلا فهم هيتنسب سرعة علل بقى أكتر سؤال بيقيس فهم الطالب للمادة حتى لو أنت قريت الجملة إقراها كويس جداً يمكن تقدر من خلال الجملة تستنتج هو إيه الإجابة المناسبة وخاصة إذا كنت ذكرته وفهمت يعني أنا النهاردة لما أنا أعرف أن مادة الجير الحية بتطفق بالماء وينتج عنها حرارة دي معلومة لو أنا حفظتها ممكن أنساها لكن أنا لو فهمتها مش هنساها يبقى نروح للنقطة الأولى من النقطة علل واللي بتقول في حالة تسوية السطح في الرش بالفلر بيستخدم الألقايد متوسط الزيت ليه؟ مين يقول لي ليه؟ لأنه بيديني سطح مستوي ويكون خالي من التجاعد وخالي من التعريجات وبيساعد على سرعة عملية التسوية في الفرن وخصوصا الفرن طبعا لدرجة حرارة مش أي دهان ينفع يتعرض للحرارة يبقى سؤال علل بيقول لي إيه؟ في حالة تسوية السطح بالرش بالفلر يستخدم الألقايد متوسط الزيت يبقى لو جاء قال لي ليه متوسط الزيت هقوله لأنه بيديني صلابة وبيديني سطح خالي من التجاعد النقطة الثانية بتقول لي تضاف نقطة من الخل عند تحضير تمبرا سفار ألبيض أو تمبرا ألبيض هنا بقى الخل حتى في حياتنا العادية في حياتنا العامة احنا بنستخدمه ليه؟ بنستخدمه كمادة حافظة هو ده نفس الغرض أنا ليه بحط الخل على تمبرا ألبيض أو على تمبرا ألوان التمبرا بشكل عام لمنع تعفنها يبقى ليه الخل ليه قطرات الخل لمنع التعفن عند أعداد مكونات الرش الساخن للدهانات السلولوزية بتستبعد المذيبات زي الأسيتون وخلات الإيميل مش بس الأسيتون وخلات الإيميل أي مذيب سريع التطاير ماينفعش معايا في الرش الساخن يعني أنا لما أجي أعد مكونات بوية الرش الساخن يعني البوية هتتسخن فيه مذيبات درجة اشتعالها فيه حاجة اسمها درجة الاشتعال أنتو درستوها طبعا درجة اشتعالها منخفضة يعني أثناء التسخين أنا هنا ببقى معرض أنه ممكن يحصل عندي عملية اشتعال يبقى النهاردة ليه بس تبعد المذيبات دي لأنها سريعة الاشتعال وسريعة التطاير وده بيمس الخطورة على العامل اللي بيشتغل عندي استخدام الإيبوكسي المخفف بالماء في دهان الأسطح الناعمة مثل الألمونيوم الشطرين اللي مذكرين ومتابعين الحلقة من البداية فعلا لأن قوة التصاقه عالية ودي قلناها في بداية الحلقة وإحنا بنتكلم عن الإيبوكسي علل إضافة الفورمالين اللي تنبرى الغراء الفورمالين إحنا قلنا إن أنا بحط قطرات من الخل اللي منع التعفن طب الفورمالين بحطوا ليه الفورمالين بيديها مقاومة أكتر للرطوبة والمية يعني جعلها أقل تأثرا بالرطوبة والمية تضاف الملدنات لبوية السنستيك من اسمها كده ملدنات يبقى لازم تكون أنت عندك يعني هنرسة بنقول دي بتعتمد على الزكاء والفهم ملدنات بتديني المرونة في الطلاق لمنع تشقق طبقة الطلاق يعتبر الرش الساخن أقل خطورة من الدهان العادي على صحة العامل طبيعي نسبة المزيبات قليلة نسبة الغازات قليلة يخلي بيئة العمل صحية أكتر رقم 8 يعلل تضاف مساعدات الانتشار للدهانات السيليكونية مساعدات الانتشار هي موانع الترسيب هي الحاجة اللي بتخلي مكونات البوية تفضل عالقة ولا تترسب في القاع لأن مكونات بوية السيليكون صعبة تتشتت ما بتنتشرش بسهولة وبتميل إنها تترسب في القاع وده يخلي البوية تبقى غير جيدة يبقى مساعدات الانتشار بتمنع الترسيب تستخدم الدهانات المقاومة للحرارة لسا قيلين في دهان واجهات المباني وإيه كمان وفي دهان لوحات توزيع الكهرباء والمحركات والمحاولات الكهربية حتى أنا لو ما ذكرتش دهان هستخدمه في لوحات توزيع الكهرباء والضغط العالي والمحاولات يبقى المنطقي إنه ليه لأنه فعلا عازل للطيار الكهرابي وبيقاوم طيار قوته من 1500 إلى 2000 فولت يعني ده ينفع كمان مع طيارات قوتها عالية جدا 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 هو عازل للكهرباء عشان كده باستخدمه في دهان التوصيلات والمحركات والمحاولات وأي حاجة خاصة بالكهرباء النقطة اللي بعد كده بتضاف الراتنجات المقاومة للحرارة بنسبة ضئيلة هي تاني الراتنجات المقاومة للحرارة لو تفتكروا أنا قلت لكم هي فيها صفات تانية كمان جيدة جدا بتضاف بنسبة ضئيلة جدا عند انضاج الورنيش لما باجي أسوي الورنيش أو تحوير الزيوت والراتنجات ليه؟ لمنع تكوين الرغوة طب هي الرغوة دي فيها حاجة سيئة طبعا دي تقلل من جودة البوية يبقى الراتنجات المقاومة للحرارة بحطها بنسبة صغيرة قوي وأنا بحضر الورنيشات أو بصنع الورنيشات أو الزيوت والراتنجات الطبيعية عشان تمنع تكوين الرغوة علل تضاف إيسالات السليلوز للبيات بنسبة واحد في المية ليه؟ لمنع طفوء الملونات وأحيانا بيضفوها بنسبة أقل من كده علل تستخدم خلات السليلوز كورنيش لتغليف ملفات الورق المستخدم في حفظ المأكلات والألبان طيب نوع ورق هغلفه بمادة والمادة دي هحطها فيها بعد كده مأكلات ولبن وعصائر وسوائل وحاجات هيكلوها الإنسان والبناء مين هيكلوها يبقى أنا طبيعي جدا إيه الشرط الأساسي اللي لازم يتوفر في المادة دي طبعا إحنا عارفين أن المعلبات حتى يمكن أن تكونوا تتسألوا لما تيجوا تشتروا عصير أو مادة سائلة في علبة ورقية بتستغربوا هي إزاي ما حصل لهاش زوابان طبعا هي بتغلف بمادة ورنشية زي ما قلنا طيب إشمعنا المادة دي اللي إحنا استخدمناها طبعا صح استنتقكم مظبوط لأنها مادة غير سمة ما بتتفعلش مع الأكل وما بتسببش أي نوع من أنواع السمية ولا الضرر على صحة الإنسان يبقى لما يقول ليه باستخدم خلات السللوز في كورنيش في دهان لفات الورق اللي بعمل منها المعلبات بتاعة المأكلات لأنها مادة غير سمة وطبعا برضو السؤال ده ممكن يجيني بصيغة تانية أكمل أو صحة وغلط أو أعلل النقطة اللي بعد كده برضو أعلل بيقول لي لا يفضل استخدام اطلاقات السللوزية المعدلة بالجملكة بالجملكة وطبعا أنا النهاردة أنا بس عايزة أقول ملحوظة على كلمة معدل أو محور هتلاقوها كتير موجودة في مادة الخامات المعدة الأول محور هو مادة طبيعية بضيف لها مادة صناعية أو ممكن مادتين طبيعيتين أحطهم على بعض عشان أحصل على مادة جديدة بتضم الخواص والمميزات اللي موجودة في المادتين طب قال لي بقى هنا لما حط دهان السللوز وحط عليه جملكة ما ينفعش أستخدمه في الخارج طب طبيعي جدا زي ما قلنا برافو استنتاج منطقي جدا إن لأنها بتتأثر بالعوامل الجوية يعني ما بتتحملش العوامل الجوية ليه ما بحطهاش في الخارج لأنها بتتأثر بالعوامل الجوية زي لو جي سألك بالضبط كده ليه مثلا بحط الدهان دوت فيه الدهانات الخارجية برضو منطقي لأنه بيقاوم العوامل الجوية النقطة اللي بعد كده بتقول لي المادة الملونة المستخدمة فيه ألوان البيجمنت المستخدمة في الطباعة على الأقمشة يعني أنا النهاردة عارف إن فيه مادة صابغة قال لي ليه المادة الصابغة دي علل بقى ليه المادة الصابغة دي لا تستخدم بدون تخفيف والسؤال ده ممكن يجي في الامتحان برضو صح وغلط أو أكمل أو أيا مكان يبقى النهاردة ينفع السابغة دي تستخدم بدون تخفيف لا لازم أخففها طب قول لي أنت بقى سؤال علل بتاعنا هنا ليه طبيعي تفتكر ليه لانها عالية التركيز وقوة الصبغة بتاعتها عالية جدا وده بيستلزم مني ان انا لازم اخففها لاني لو استخدمتها مباشرة بدون تخفيف بتكون الصبغة بتاعتها قوية جدا ننتقل للنقطة اللي بعد كده بتقولي تطلق الاحجار بمحلول السيليكات محلول السيليكات بدهن به الاحجار ممكن بعد عملية الرسم او التلوين ليه لسد مسام الحجر بسد مسام الحجر عشان الحجر ما يتأكلش وعشان الالوان اللي عليه ما تروحش يضاف لتمبرى الصمغ قطرات من الجليسرين طبعا احنا في معلوماتنا العامة عارفين ان الجليسرين بيدي نعومة ومرونة وهو ده برضو اللي بيعملوا في تمبرى الصمغ بيخلي الالوان ناعمة ومرنة وبيخليها غير قابلة للتكسر تضاف لتمبرى الصمغ قطرات من الشابة او الكفور او الفينول يبقى تمبرى الصمغ كنت بحط لها قطرات من الخل تمبرى الصمغ عشان امنع تعفنها بحط لها شابة او كفور او فينول نحفظ التلات كلمات دول تضاف لتمبرى الصمغ قطرات من الشابة او الكفور او الفينول ليه لمنع العفونة او لمنع التعفن يفضل استخدام الصفار عن البيض وانا بحضر الوان تمبرى البيض لان الصفار قوة التصاقه اعلى اخر مقطف علل وهننتقل لنوعية تانية من الاسئلة يجب ان تكون السليكات المستخدمة لسد مسامل احجار رخيصة السمن ليه رخيصة السمن لان هي لو ما كانتش رخيصة السمن وهي بتحتاج تتقرر كل فترة هتبقى تكلفة عالية عليها ليه لازم تكون رخيصة لان هي كل فترة بتحتاج تتجدد فلازم تبقى تكلفتها تكلفة معقولة علشان ما تبقاش مكلفة بالنسبة لي السؤال اللي بعد كده او النوعية اللي بعد كده الاكمل اللي هو انك انت بتحط الكلمة المناسبة في مكان النقط يفضل استخدام اللاكر نقط على الاخشاب الصلبة وفوق قطع الاساس المزخرفة اللي هو شغل القيمة انهي لاكر الافضل على شغل القيمة اللاكر الشفاف اللاكر الايه؟ الشفاف اللي هو ملوش لون بيدي لمعة فقط يستخدم حمض نقط في تكفيف الغازات تكفيفها يعني بيمتص المياه طبعا اللي مزاكر عارف ان اكتر حمض بيمتص الماء وبخار الماء هو حمض الكابريتيك حمض الكابريتيك بيقوم بتكفيف الغازات يعني بيمتص منها بخار الماء الجير الحي ناتج من حرق الاحجار الجيرية طبعا اللي امتبعين هم سبئني بيقولوا عند درجة حرارة من 950 الى 1050 دول اللي امتبعين الحلقة من بدايتها بتركيز كلما زاد الوزن الجزئي لراتنجات الايبوكسي زادت ولا قلت درجة اللزوجة خلينا نشوف الاجابة كده ايوه هي العلاقة بينهم علاقة طردية كلما بيزيد الوزن الجزئي بيزيد معايا درجة اللزوجة اللزوجة اللي هي القوام بتاع الدهان تستخدم المخضبات غير الحقيقية هنا بس عايزين نقول لنقطة ايه الفرق بين المخضب الحقيقي وغير الحقيقي احنا قدناها قبل كده بس هفكركم بها المخضب الحقيقي هو لي لون هافترض ان لونه ابيض اذا اضيف للبوية بيغير لونها وبيخليها تتأثر باللون الابيض طيب لما نيجي بقى للمخضب الغير حقيقي زي اللي اسبداج مثلا لونه ابيض اذا وضع في الموزيب تحول الى اللون الشفاف بنسبة كبيرة يبقى هو مخضب ولكن غير حقيقي بيدي قوام ولا يعطيه لون طيب تستخدم المخضبات غير الحقيقية زي ابيض نقط في البطنات زي الجفاف نقط فقط يبقى المخضبات غير الحقيقية زي ابيض ايه ابيض البريتة ابيض البريتة في البطنات زي الجفاف نقط فقط يبقى ابيض البريتة اللي هو مخضب غير حقيقي في البوية زي او البطنات زي الجفاف الحراري فقط يخلط الرمل نقط للحصول على سمك عالي لدهان ارضيات مصانع نقط اللي فاكر هيفتكر احنا قلنا يخلط الرمل ومين بالكوارتز كوارتز عشان يديني سمكة عالي لدهان أرضيات مصانع الكيمويات يبقى مادة مقاومة للكيمويات وفي نفس الوقت سمكها عالي رمل وكوارتز وساعة بنخط عليه راتنجات رقم سبعة تتساوى راتنجات اليوريا والملامين في مقاومة نقط والخدش عند اتحادها مع نقط يعني اليوريا والملامين في الهم مختلفين ايه اللي لو اضيف عليهم يخليهم لاتنين جودتهم تبقى واحدة مقاومة التلف والخدش عند اتحادها مع مين؟ مع الألقايد يبقى اليوريا والملامين في بينهم اختلافات ولكن بيتساوى في مقاومة التلف والخدش اذا اتحدوا مع راتنج الألقايد يستخدم راتنج الدامر مع نطرات السليلوز بعد تنقياته من اول ما نشوف راتنج الدامر راتنج الدامر دو دايما نقول الخالي من الشموع يبقى هو بعد تنقياته من ايه؟ برافو عليكم بعد ما بينقى من الشموع لانها عائق للصق الديان الشموع بتمنع التصاق الديان يمتاز خشب نقط بقوة تحمله وسهولة تشكيله واندماج أليافه وخلوه من العقد ده أجود أنواع الخشب ومشهور طبعا في صناعة الأساس برافو عليكم هو خشب الزين خشب الزين هو أجود أنواع الخشب لان فيه صفات جميلة جدا في عملية تصنيع الأساس يتكون الرخام من صخور نقط تعرضت لدرجات حرارة نقط وضغط يبقى الرخام كان في الأصل صخور ايه؟ جيرية حجر جيري تعرض لدرجات حرارة ايه؟ عالية وضغط يعني عوامل الزمن عرضت الحجر الجيري ده لضغط وحرارة فبعدها تحول إلى الرخام نقط السليلوز أقل قابلية للاشتعال عن نطرات السليلوز برضو تاني أسأل الناس اللي كانت مركزة معانا من بداية الحلقة أيوة كان ايه من مركبات السليلوز؟ برافو عليكم خلات السليلوز أقل قابلية للاشتعال عن النايترو سليلوز البندر شديد نقط والمطاطية طالما الكلمة اللي بعدها المطاطية أنا بس عندي هنا ملحوظة ومهمة سؤال الأكمل ما تحاولش أن انت تحل النقط بتعجل يعني ما تستعجلش غالبا النقطة بتبقى مرتبطة بصياق الجملة يعني عشان تجيب الكلمة اللي نقصة اقرأ الجملة كاملة من أولها لأخيرها هتقدر بمنتهى البساطة تستنتج أو تقدر تفهم أو توصل للمعنى ومن خلال المعنى هتقدر تختار الكلمة المزبوطة البندر شديد نقط والمطاطية ايه الكلمة اللي مرتبطة بالمطاطية مطاط وقوة نقط عالية ايوة برافو عليكم شديد المرونة مطاطية يبقى مرتبط بيها المرونة وقوة ايه عالية قوة التصاقه الناس اللي فاكروا ان البندر هو المادة اللاصقة للألوان الخاصة بالتباعه على الأقمشة البندمنت حرير الشابلونة يجب ان يقاوم نقط ولا يتأثر بنقط ده طبعا فيه اتباع السلك سكرين حرير بتاع الشابلونة يجب ان يقاوم ايه هو النهاردة انا بطبع ازاي انا بطبع بالراكل مصطرة المطاط اللي هي بتفضل كل طبعة بشد الحريرة علشان اطبع الرسمة فلازم يكون الحرير يعمل ايه يقاوم الاحتكاك او بيقاوم عملية الشد اللي هو بتأثر بيها دي بتاع احتكاك المصطرة بتاعت الطباعة بسطح الحرير ولا يتأثر بالايه بالرطوبة لان انا الشابلونة دي بعمل بها انتاج كمي تمتاز الطلاقات المصنعة من راتنجات نقط من خفاض سعرها عن الميلامين بص هنا الميلامين واليوريا عاملين بالضبط كده زي الاتنين اللي خوات فهتلاقي دايما اسمهم مرتبط ببعض اذا قال لك مين اقل من الميلامين مين اكتر من اليوريا مين كذا مين كذا غالبا مقارنات دايما مستمرة بين اليوريا والميلامين يبقى اول ما يقول لي تمتاز الطلاقات المصنعة من نقط من خفاض سعرها عن الميلامين يبقى على طول هنبص للمقافس بتاعه اللي هو اليوريا المتخنات احنا لسه كنا بنتكلم عنها عبارة عن محليل نقط خاملة ذات نقط عالية ايوة محليل غروية خاملة ذات لزوجة عالية عشان اسمها متخنات لزوجة عالية عشان تدي للبوية تخانة اللاقر الخام يتغير لونه عند تعرضه للهواء يعني اذا هنا مش ده اللون اللي خام اللي جاي من استخراجه من الشجرة بيتغير عند تعرضه للهواء فيتحول الى نقط مصفر ثم الى نقط طبعا اللي مذاكر واللي فاكر عارف ان اللاقر الخام اللي نازل من الشجرة الهو نور ماضي طيب لما حطه في الشمس يتحول لإيه؟ ايوة بني مصفر ثم الى الاسود يبقى اول تعرضه للشمس الرماضي يتحول الى بني مصفر ثم الى اسود نقط الذي يخفف بالماء لسه فاكرين ايوة اللي قالوا على طول الايبوكسي اللي يخفف بالماء يقاوم الكيمويات وايه والاحتكاك والتآكل والذي يخفف بالماء في الغالب يكون الايبوكسي يقاوم الكيمويات والاحتكاك والتآكل السليكات لسه كنا جايبين في سرتها يجب نقط الاحجار بسهولة لانها اذا لم تتخلل هنا بقى بقولك مهم جدا تقرأ الجملة لانها اذا لم تتخلل الاحجار تتخلل يعني تدخل جوها فانها تكون نقط سهلة الانفصال لو فكرت في الجملة دي هتلاقي جابتها سهلة قوي يجب ان تتشربها الاحجار يعني تدخل جوه المسام مش تبقى على المسام من برة طب لو هي على المسام من برة هتكون ايه برافو عليكم قشرة القشرة دي سهل انها تنفصل يبقى السليكات لازم تدخل جوه المسام عشان ما تبقاش مجرد قشرة القشرة دي تبقى سهلة الانفصال السليكات برضو يجب ان يكون معامل نقط ونقط مساويا للحجر اول ما اشوف كلمة معامل في السليكات افتكر التمدد والانكماش معامل التمدد والانكماش يعني ايه السليكات معامل تمددها وانكماشها مساوي للحجر يعني مارنة بتتجاوب مع الحجر اذا انكمش تنكمش معاه واذا تمدد تتمدد معاه طلقات السلاجات تتميز بنقط اللون والاحتفاظ به يبقى هي فيها سمة معينة او شكل معين للون وبتحتفظ به كما يجب ان تكون مقاومة تماما للصابون ونقط وراتنجات الاكريليك او الاكريليك نقط افضل نتائج احسن حاجة لدهان التلاجات الاكريليك او الاكريليك نقط زمان التلاجات كلها كان لونها ابيض طلقات السلاجات تتميز ببياض اللون هو يقصد هنا انها اذا نوع التلاجات اللي بيضهن بالدهان السلاجات الابيض بيفضل ابيض ولا يتأثر بالعوامل الجوية طلقات السلاجات يتميز بايه؟ بياض اللون كما يجب ان تكون مقاومة للصابون والايه؟ والشحوم وراتنجات الأكريليك أو الأكريليك ميلامين اللي هو الأكريليك المحور أو المعالج بالميلامين بتعطي أفضل نتائج في بويات السلاجات تتعدد أساليب تطبيق بويات السنستيك ذات الجفاف الحراري هنا أنا عايز أميز ما بين بوية الفرن وبين الرش الساخن البوية اللي ذات الجفاف الحراري هي بوية باردة عادية ولكن عملية تكففها هي اللي بتتم داخل الفرن طيب نقول تاني أهم الطرق بقى الرش بمسدسات الرش نقط والغير هوائية لسه بقول لك اقرأ لما يقول للرش نقط والغير هوائية يبقى الهوائية وغير الهوائية وطريقة الغمر للمشغولات ايه؟ غمر يعني هنزل المشغولة جوه وعاء يبقى لازم يكون حجمها ايه؟ صغير والرش الإلكتروستاتيكي والغمر نقط نشوف الإجابة كده مسدسات الرش الاهوائية والغير هوائية والغمر للمشغولات الاه الصغيرة والرش الالكتروستاتيكي وبرضه فيه غمر الالكتروستاتيكي وإحنا عارفين أن الرش أو الديان الالكتروستاتيكي هو اللي بيعتمد على الشحنات الكهربية في جذب الديان لسطح المشغولة من أشهر مساعدات الانتشار اللي هي موانع الترسيب للديانات السيليكونية هي أصبان نقط بينما يفضل استخدام الألقايد نقط الزيت كملد ملد يدي مرونة لديانات السيليكونية دهنات السيليكونية من أجود أنواع الدهنات عشان أحسن من خوصها بحط لها موانع ترسيب بحط لها زي موانع الترسيب أصبان الألمونيوم بينما يفضل استخدام أنهي ألقايد قصير الزيت اللي هو الألقايد كتير والزيت قليل كملد يدي مرونة للديانات السيليكونية من أشهر الملدنات الطبيعية أنا هنا لازم أفتكر كلمة طبيعية المستخدمة في البويات السيليوزية زيت نقط وزيت نقط دي زيوت طبيعية أيوة برافو عليكم زيت الخروع وزيت الكافور دي ملدنات طبيعية لبويات السيليوز البيتومين ناتج سنوي من تقتير نقط تحسن خوصه بالنفخ بالهواء مع نقط ويسمى الناتج البيتومين نقط البيتومين ناتج سنوي من تقتير البترول تحسن خوصه بالنفخ بالهواء مع التسخين ويسمى الناتج البيتومين المنفوخ تضاف البوليمرات من حيث مصادرها تصنف البوليمرات من حيث مصادرها إلى سلاسة أصناف رئيسية البوليمرات نقط البوليمرات نقط البوليمرات الطبيعية تصنف البوليمرات من حيث مصادرها إلى بوليمرات طبيعية دي جاية من مصادر طبيعية بوليمارات محضرة صناعيا بوليمارات طبيعية محورة بكده نكون انتهينا ودي آخر نقطة عندنا في أسئلة الأكمل حاولنا بقدر الإمكان طبعا أن احنا نغطي أكبر قدر ممكن من مادة الخامات طبعا إن شاء الله أتمنى أن أنتم تستفيدوا من المراجعة وما نتسرعش في الإجابة ونجاوب بهدوء وما نتركش أي سؤال بدون إجابة إن شاء الله نجاوب صح ولو شكينا في الإجابة بتاعتنا ممكن نعمل حل آخر عايزة إن شاء الله بإذن الله أننا الأسئلة دي نراجع عليها أكتر من مرة وزي ما اتفقنا ناخد المعلومة بأكتر من شكل يعني أنا أقدر أحول لنفسي أنت في البيت تقدر تحول سؤال الصح والغلط لسؤال أكمل أو لسؤال علل أو لسؤال اختيار أو لسؤال توصيل المهم أن المعلومة تكون موجودة عندنا بكده إن شاء الله نكون خلصنا مراجعتنا لمدة الخامات وإن شاء الله هنلتقي بعد كده في مراجعات تانية وخليكم فاكرين دايما إحنا دايما بنقول إيه اجتهادنا وطموحنا هو سر نجحنا دمتم متفوقين ودمتم من الأوائل وأترككم دايما إن شاء الله في رعاية الله شكرا 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 شكرا